السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم. مباركة على سيدنا محمد وعليه واصحاب الغره المامين. ازايكم يا صنة ربعة فداية عن ملقي يا ربتكم بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض يونتو الوحدة التانية. طبعا احنا خلصنا الوحدة الاولى فضل فيها بس امتحانات. ان شاء الله هحلها معاكم. ممكن نعمل لايف ونحل في الامتحانات. تمام? اه خلصنا الوحدة الاولى بكل الحاجات المهمة اللي فيها والجرامر كان سهل جدا جدا. بس ده الجرامر بتاع الوحدة الاولى. الوحدة التانية بقى بتتكلم على فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. عندنا يونتو اسمها ايه? يعني حيوانات الصحراء او الحيوانات الصحراوية. كلمة يعني صحراء حيوانات. ولو قلت واحد بس يبقى حيوان واحد. تمام? الاس بتكون بتاع الجامعة. خلاص? تعالوا بقى نبدأ بتاعتنا الكلمات جميلة جدا جدا وسهلة. نقرب بقى الكاميرا ونبدأ مع بعض. يلا كده. نقرأ بس العنوان للسنوان هناخد الدرس الاولاني يعني الحيوانات في مصر. تمام? طيب تعالوا بنشوف الحيوانات. اول حاجة معنا لصعبان اسمه سناك. 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 لكن لو قلت سناك هيبقى وجبة خفيفة. اهيه. هكتب لك الاتنين عشان تبقى ايه? عارفهم دي. اسمها ايه? وجبة خفيفة. تمام? خلاص كده يبقى وجبة خفيفة اسمها سناك. لكن الصعبان اسمه سناك. سنيك. سناك. سناك. يبقى انا بمدي في الاه لأن ال ايه? لكمام? فهشد فيها كده وانا بتكلم. يبقى صعبان اسمه سناك. 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 الجمل اسمه كامل. 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 طيب. الصحلية اسمها الب mystical 6000 الحشرة كلنا عارفينها اسمها انساكت العنكبوت كلنا برضو عارفينه من سبايدرمان اللي انتو بتحبوه ده احنا هنقول العنكبوت بس يعني سبايدر 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 طيب سعلب الفنك اسمه فينيك فاكس كلمة سعلب بس يعني فاكس تمام اما الفنك اسمها فينيك خلاص كده طيب تمساح اسمه ايه كريكوديل 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 سي ار او سي او بعد نضايل دي اي ال اي تمام يبقى تمساح اسمه كريكوديل كريكوديل خلاص دي الحيوانات معنا النهاردة سهلين يلا قولوا رأي سنيك سنيك كيمو كيمو لزرد لزرد انسكت انسكت سبايدر سبايدر فينيك فاكس فينيك فاكس كريكوديل تمام في كلمات معانا تاني عندنا كلمة ضخمة يعني هيوج 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 تمام طيب مخيف يعني سكيري 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 ان الحاجة دي مخيفة بنقول عليها سكيري سكيري عربية كور وحط قبلها اس وبعدين سهلة جدا طيب شخص متعاون او مفيد اسمها هيلب فال يساعد هيلب وبعدين تحط السوفيكس اللي هو النهية فال خطير يعني دينجرس دينجرس طيب في كلمات برضو معانا هنحفظها برضو في الكلمات مع الدرس ده عندنا كلمة بلد او دولة يعني كونتري 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 زي ايجبت مصر دي دولة تمام طيب كبيح يعني حاجة شكلها وحش بنقول عليها اجلي 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 وظيفة او مهنة جوب جوب هم امبورتنت امبورتنت لطيف او جزاب كيوت طائر بيرد طائر بيرد تمام كده نبقى خلصنا كلمات الدرس الاول سهلة جدا جدا وبداية مبشرة اصلا الوحدة دي جميلة اوي تمام تعالوا بقى نشوف الصفحة اللي جنبها نيكل تصرفات الافعال عندنا الافعال المنتظمة والافعال الغير منتظمة الافعال المنتظمة قلنا بنحط لها يدي يدي ايدي ايدي طيب عندنا كلمة كنترول برضو عندنا تصرفات الافعال دي حفظ عندنا كلمة كنترول يعني هتحكم الماضي منها كنترولد بنضع في الال وبعدين نضيف ايدي طيب اجري اجري اجريد كنترول كنترولد اجري اجريد الغير منتظم بقى قلنا بيتغير شكله خلص في الماضي عندنا كلمة بتتحاول تبقى ثات طبعا ال جي ايه تشوز الكلام خلاص يبقى ثنك ثات ايت 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 جبنا الايه في الاخر بقى دو دد سهلة جدا نيجل تعبيرات وحراف الجرر دي مش معانا حفظ بس ايه تبقى عارف معناها يعني مقول لك هذا حقيقي او صحيح خلاص انت تبقى عارف واخدها بقى كده قاعدة ان what about او how about اللي اتنين بيجي معاهم يام اي ان جي يام اس طيب تعالوا بقى نشوف هنا طبعا هنا كتب عن انمالز ان ايجبت الحيوانات في مصر ودي هناخدها بتفاصيل دلوقتي تعالوا نحل على الكلمات اللي احنا ارونوها بيقول الكريكوديلز الكريكوديلز دي التمسيح يعني ضخمة وايه يبقى كده سكيري مخيفة السبايدرز العناكب دي ايه دي بتاكل الحشرات يبقى هي طول طويلة لا تفاني مضحكة لا تبيوج ضخمة لا يبقى ايه مفيدة لانا بتخلصنا من الحشرات بيقولك طعوم هنا ده في تمسيح يبقى كده الحاجة للمكان ده خطر او خطير طيب حيوان كبير الانت ولا الكيمول لا طبعا هيكون الكيمول اللي هو الجمل طيب قالت لهم بصوا شوف الحيوانات الكتير دي اللي عايشة في ايه في بلدنا قالت لهم بصوا كده للتمسيح ده ايه ضخم يبقى قال لها ده ضخم و ايه ومخيف يبقى احنا دلوقت عرفنا ان الكريكوديلز ليه صفتين الصفة الاولى ان هو يوج ضخم و سكيري يعني مخيف عشان لما يجف الاختيارات يقول لك الكريكوديل هيوج و ايه يبقى سكيري طب يقول لك سكيري و ايه تبقى هيوج تمام فهمتوا كده دي اول تركام يعني اخلي بالكم منها عشان بتيجف الامتحانات ردت بقى عليه و قالت له ايه ايه قالت له اعتقد ان العنكبود ده يعني مخيف اكتر منه تمام فالام قالت يا هي هي بتسوي كلمة ياس يعني نعم تمام قالت لها yeah but the spiders are very helpful قالت لها لكن العناكب مفيدة جدا اخد خط تحت الجملة ده عشان مهمة ممكن تيجي ترتيب و ممكن تيجي في الparagraph يقول لك اتكلم عن الانمال زين انجبت فنحط له الجملة دي حلوة جدا العناكب مفيدة جدا they eight insects بيأكلوا الحشرات farmers like spiders والفلاحين بقى بيحبوا الايه العناكب ليه لان بتاكلوهم الحشرات الايه الضرع اللي ممكن تبوز لهم الضرع تمام طيب فقالت ايه okay what about the snake طيب ماذا عن السناك and the crocodile التعبان والتمسح قالت لهم they are dangerous aren't they قالت لهم ده هما ايه خطرين جدا مش كده كلمة مش كده يعني بتاكد عن المعلومة ليس كذلك تمام بالبلغ دي احنا بنقول مش كده صح كده تمام طيب الامة بقى قالت ايه في الاخر yes that's true قالت لها اي وصح but they do a very important job قالت لهم لكن هما بيعملوا وظيفة مهمة جدا they eat insects birds and lizards بيأكلوا ايه بقى الحشرات منهم اللي هو التعبين والايه والتمسيح بيأكلوا الحشرات والطيور وكمان الايه السحالي there's controls with their number of these small animals ايه وديه بيتحكموا في عدد الحيوانات الصغيرة لا تزيد او ولا تقل اوى سبحان الله زي كان على سنة خمسة بتدقية عندهم السلسلة الغذائية حاجة بتتغذى على حاجة وحاجة تتغذى على حاجة لو الحاجة دي انقردت يحصل خلل في التوزن البيئي تمام فهم بتحكموا في عدد الحيوانات دي ويقول اعتقد ان بعض الحيوانات بتكون يعني مخيفة وكمان شكلها اقلي يعني قبيحة مش حلوة لكن كلهم ايه مهمين تمام فهمنا كده طيب تعالوا نشوف هنا بيقول ايه هنا بيتكلم على كلمة ارنت زي اللي احنا اخذناها دلوقتي وده اسمه سؤال مزيل يعني بمعنى مش كده تمام لما نكبر شوية ان شاء الله هنعرف معناه فهنا قال لها ايه سبايدرز are very helpful aren't they فقالتوا ياس that's true تمام انا مش عايزك بيستعرف غير معناها بالعربي لكن هي مش جرامر معك طيب هنا بقى بيقول ايه the statement is affirmative the question tag is negative طيب عشان نفهم السؤال المزيل ده السؤال المزيل ده لا وهنا السؤال مثبت بتكون هي منفى ولو السؤال منفي بتكون هي مثبت يعني بتكون العكس على طول وبنعكس اول كلمتين او الفعل المساعد والفاعل يعني هنا هي is clever هو شاطر مش كده هو معناها كده عندنا هنا الجملة is bad فجت هي ايه نفي طب هنا الجملة نفي فجت هنا is bad ده السؤال المزيل تمام بس هنا بقى بيقول ايه to ask and answer about animals عشان لو سأل وهنجاوب على الحيوانات which يعني ايه which animals لازم بعد which لازم يجي وراها اسم لازم يجي وراها اسم فبنقول which animals are scary مفرد بقى وجامع ما فيش مشكلة بيقول ايه الحيوانات المخيفة فقال I think the crocodiles are scary هنا برض which animals are dangerous الحيوانات الخفيرة قال له the snake and the crocodile are dangerous التعبان والايه والتمساح دول خطرين طيب تعالوا بقى نحلوا مع بعد على الدرس ده سهل جدا الدرس ده يبقى انت بس المطلوب منك ان انت تحفظ الكلمات وتقرأ الدرس ده تاني وتخلي بالك من التركات اللي احنا اخذناها لكن المزيل ده مش عليك وده معلومة كده لك مش هتيجي في الامتحان طيب نحل بقى الدرس الاول مفيش لسل فهنبدأ على طلب ال complete لازم لما اجحل اترجم الكلمات اللي في المربع يعني مسلا كلمة scary اكتب كده مخيف تمام انت طبعا بترجم لنفسك عشان تبقى اعرف المعنى ميكس يعني يجعل كنترولز يتحكم ونسكس يعني الحشرات بيقول سنيكس and crickles are very dangerous but they do a very important job they eat not birds and lizards بيأكلوا ايه والطيور والسحالية باكيد بيأكلوا الانسكس الحشرات وده هتكون number one تمام there's not the number of these small animals ده بيعمل ايه العدد الحيوانات الصغيرة يعني بيتحكم بعد كده think some animals are not worse احنا بقى ساعات بنفكر ان الحيوانات دي بتكون ايه او قبيحة يبقى اكيد بتكون scary يعني مخيفة وكلمة mix مش هناخدها زي في التوصيل كده يعني المربع ده بيكون في جملة مش كلمة مش هناخدها والتوصيل برده بيكون الناحية التانية في جملة مش هناخدها تمام؟ طيب تعالوا للماتشنج التوصيل a crocodile is الكروكوديل التمساح احنا قلنا دي صفتين اوهما صفتين يا ميس huge and scary يبقى دي number one طيب which animals are helpful ايه الحيوانات المساعدة يبقى كده هنقول spiders are helpful يعني العناكب ايه متعونة او مفيدة spiders eat العناكب بيتاكل ايه يبقى كده ال insects الحشرات طيب some animals are scary but في بعض الحيوانات مرعبة لكن ايه they are important مهمين بصوا في جملة اهما اخدناهاش تمام؟ طيب نيجي بقى للترتيب اول حاجة كده هنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط i ايه بقى يبقى i think انا اعتقد i think ايه spider spider وبعدين نقول is scary لان هو مفرد يبقى بعد كده نجيب ال is مع المفرد ثاني حاجة which which احنا قلنا بيه جهرها اسم فين الاسم في دول يبقى animals وبعدين نفعل مساعد or وبعدين هنقول dangerous خلاص بعد كده هنقولك at يعني انظر الى كل هذه الحيوانات all these animals animals خلاص هلو بقى ايه نشوف القطع بتاعتنا بتتكلم على ايه نفس الكلام كده اللي احنا قرناه فهنبدأ نحله على طول تماما لو في حاجة وفت معينا هنشوف من القطع the text is about القطع كان بتتكلم على ايه يبقى animals لان هو ذكر فيها كذا حيوان بعد كده snakes and crocodiles are التعبين والتمسيح مالهم اكيد dangerous حاجة خطيرة why ركز بقى معي في الحتة دي اول ما تلاقي السؤال بيبدأ why يبقى لازم تكتب because ممكن تلاقيها موجودة في القطع لو ما لايتاش موجودة اكتبها انت because يعني because يعني لان بعتقد ان احنا قلناها في الواحدة الاولى بيقول هنا why do farmers like spiders ليه الفلاحين بيحبوا العناكب تعالوا نشوف هنطلعها من هنا هنا بقى بيقول farmers like spiders they eat insects so farmers like spiders يبقى هنقول they eat insects تمام يبقى احنا كتبنا بيكوز لان ونقول they او ممكن تقول spiders يعني مش مشكلة eat insects خلاص طيب بيقول لك فقط الحيوانات اللي هي اللطيفة او الجذابة هي المهمة هل انت موافق ولماذا do you agree يعني هل انت موافق ترجموا الحاجات دي عشان ايه تبقوا عارفين معناها هل انت موافق تمام why يعني لماذا هتقول موافق ليه هتقول مش موافق ليه طبعا مش كل الحيوانات مش الكيوت بس هي اللي هي لازمة فهنقول له no i don't agree انا مش موافق هنقول بقى because لانه يبقى no i don't agree يعني لا انا مش موافق لانه هنقول بقى all animals are very important خلاص لانه كل الحيوانات ايه مهمة طيب تعالوا بقى للاختيارات بيقول هنا ايه spiders are very helpful not they اه احنا قلنا spiders في السؤال مزايل بنعكس اول كلمتانا هو الفعل هو الفعل مساعد انا عندي spiders عوضنا عنها بزاي ايه يبقى nice mean or انزلها or لا ده الجملة هنا اثباتي انا هنزل النافي snakes eight spiders birds and العناكب بتاكن الحشرات والطيور وايه كمان يبقى lizards الايه التعبين قصدي بتاكن الحشرات والطيور وكمان lizards اللي هي السحال what not the snake قال له it's scary يبقى what up ولا about ولا off ولا in لا احنا ما خدناش غير what about يعني ماذا عنه طيب التمسيح ملها خطيرة قوي طيب نجل احنا بنعمل ايه في البنك تويت بنبدأ باول حرف ونعمله وبعد كده بنزل باقي الجملة بس لو لقيت اسم ولد او بنت او بلد او جنسية او حاجة مهمة في البلد دي برضو اعملها كابتل طيب which animals are cute في اسم ولد او بنت او بلد او جنسية لا يبقى في الاخر هنحط علامة استفهام طب ليه عشان بدأ بدأ بwh اداة استفهام ولما تبدأ بwh على طول تحط question mark بالاخر طبعا بتنزل بالجملة كلها بس ايه انا ببدأ باول كلمة واخر كلمة بس عشان وقت الفيديو بعد كده بقى هتكتب paragraph من 18 كلمة عن crocodiles and snakes وهو مدي لك كلمات control و dangerous تمام طيب دي انا مش هكتبها معاك بس هنروح للقراء اللي احنا قرناها بالوقتي وهتلع لك بومل عشان تحفظها للبرغرافة بتاع الترسلة اول حاجة هنقوله crocodiles اا او لو هتكتب crocodiles وبعدين هتقول or وبعدين huge and scary يبقى crocodiles هتحط S وبعدين or huge and scary تمام طيب بعد كده هنقول spiders are very helpful او هو لا هو ما بتكلمش على spiders هو اللي بتكلم على snakes طيب تعالوا نشوف هنا كده snakes هنقول مثلا snakes هنقول مثلا they are dangerous هما خطرين يبقى دي اول جملة معانا the number one اهي تاني جملة معانا هنقول they are dangerous اللي هما التعبين والتمسية بعد كده هنقول they do a very important job دي الجملة التالتة الجملة الرابعة هنقول eight and six birds lizard واخر حاجة هتقول this control the number of these small animals خلاص انا في كل درس بعمل كده للاولاد اللي معي وبيحفظوا الباريجراف بالطريقة دي جملة اولى تانية تالتة رابعة خمسة بيحفظوها بيبقوا perfect وبيحبوها وهي كده جمل لكن لما بكتب الباريجراف كله على الصبرة بيتعقدوا فانا باخد لهم خط كده تحت الجمل في الكتاب زي ما عملنا في محافظ الضميات كده فبيحفظوها بسهولة وانتو كمان اكيد دي اسهل عليكم بكتير وشكلها الطف تمام بس يبقى انت تكتب الجمل دي في الباريجراف اللي احنا سيبناه من شوية تمام بس خلص الفيديو بتاعنا كده النهاردة ان شاء الله بقى بكرة بإذن الله شوفوا انتو بقى عايزين نعمل لايف ونحل الوحدة الاولى ولا نكمل الوحدة التانية اكتبولي على المنتدى عشان الكومنتات هتكون مقفولة ده حاجة خلاص احنا باين عارفين الفيديوهات ابتدائي كلها الكومنتات عليها مقفولة اكتبولي في اعدادي الفيديوهات بتاع اعدادي او على المنتدى اكتبولي اللي انتو عايزينه تمام عشان تكون بقى على خير في فيديو جديد اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته